مشاهدين برحب بحضراتكم جميعاً أنا مع حضراتكم من على أرض مدينة العالمين وهذه التقطيع الخاصة لفعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته التانية أنا تحديداً مع حضراتكم من اليو أرينا اللي جهزت خصيصاً لاستقبال أهم وأكبر الحفلات الغنائية في الشرق الأوسط النهاردة واحد من أهم هذه الحفلات وأطخامها الحفل اللي بيقام بالتنصيق بين الشركة المتحدة للخدمات العالمية والهيئة العامة للترفيه السعودي وموسم أرياض الحفل اللي هيحيه واحد من أهم فنانين الوطن العربي الحقيقة هو متعدد المواهب فنان مطرب ملحن وأيضاً ملهم لجيل كامل حب على أغانيه وحب الحب اللي احنا بنقرأ عنه في الكتب والروايات فنان بالفعل قدر أنه يخلي جيل كامل أنه يستمتع بالقصائد العربية بصوته وأداءه الثالث والقريب إلى القلب معي القيصر قزم الساهر أهلاً بيك أهلاً وسهلاً شكراً على المقدمة تسلم يعني حضرتك تستاهلها أكيد إحنا سعداء جداً بوجودك معنا في مصر بشكل عام وفي مدينة العالمين بشكل خاص هلا يا حفاظكم وشكراً على الاستضافة وشكراً على الرعاية الحلوة والاستقبال الحلو وشكراً أنه حولوا هذه المنطقة من مدينة حرب والغام إلى مهرجانات ثقافية رائعة طبعاً بهذا المستوى العظيم الكبير وأعتقد الشكر لكل المنظمين وأيضاً نوجه الشكر بشكل خاص لمعالي المستشار تركيا الشيخ وحقيقة أنا متلهفة نطلع على المسرح الآن وألتقي مع جمهوري كلنا متلهفين الحقيقة لكن في البداية خاني يسأل حضرتك على تواجدك في مهرجان العالمين في هذه النسخة النسخة التانية وتواجد قوي يعني القيصر قدم السيارة لمحبين الحقيقة مش بس في مصر لكن بطول الشرق الأوسط وعرضه لكن أنك تكون موجود في المهرجان في نسخته التانية بيمثل حضرتك إيه؟ يعني شيء كبير أنه سعادة للكل الفنان أن يأتي لمسرح مثل هذا المسرح نحن بصراحة تفاجأنا أنا من حكولي أنه سأذهب للساحل أنت العالمين فكرت أنه مسرح سيكون بسيط بس لما شفت المسرح وشفت اللي هيقول لهذه الحفلة وشفت الرعاية التامة أنه أن يكون كل شيء يعني مدروس بدقة بكل التقنيات اللي موجودة على المسرح إذا كانت اللي راحة الجمهور اللي راحة الفنانين فأعتقد شيء مذهل حقيقة شيء مذهل فأنا كلي سعادة أنه أنا أكون أحد الفنانين اللي يعتليها لخشبة المسرح بالنسبة للتعاون والتنصيق بين الشركة المتحدة الخدمات الإعلامية والهيئة العامة للترفيه السعودية وأيضا موسم الرياض لأي مدى شايف أنه هذه الشراكة طبعا بين كيادات ضخمة تقدر أنها تثري الفن في الوطن العربي يعني أولا هذا حلم حقيقة أنه مثل هذه الشركات والهيئة أن تشترك وتساهم والكل أنه هي حلم للفن العربي هذا حلم هذا حلم المفروض يكون من زمان بصراحة بس أن يحقق بهذا وقت فمشكورين علي جدا ويعني نقلت أسلوب تنظيم الحفلات من منطقة إلى منطقة اللي إحنا كنا الفنانين نحلم بي أنا كنت مثلا دائما أروح أنتقي مسارح في العالم أنا أنتقيهم يعني روحوا على المسرح أردى أغني بهذا المسرح أغني بدار الأوبرا أغني الآن بدأوا يهيئوا في منطقتنا العربية فهذا شيء عظيم فشيء عظيم علاقتك بالجمهور المصري علاقة خاصة جدا فكر أول حفلة ليكت في مصر إمتى؟ شوفي أنا علاقتي بالجمهور المصري علاقة غريبة عجيبة يعني أنا لي حد الآن ما أنسى لما دخلت مصر وكان فيه فرض الحصار عندنا في العراق ولهذا كانوا يجون على استوديو العوائل يجيبوا لي أكهل يجيبوا لي أكثر من الحصار مش علي أنا وكانوا يعني يدافعوا عني بشكل رهيب طبعا يعني في كان إذا أحد يتحدث علي حتى بالصحافة العائلة نفسها هي الدافع عني عائلة الصحفي يعني فأني عندي علاقة أنه أنا أعتبرهم فعلا أهل وعشت سنوات طويلة يعني في مصر حقيقة يعني عندي أصدقائي رائعين ما زلت محتفظ بهذه الصداقة العظيمة والمحبة العظيمة إحنا سعداء جدا بوجودك معنا وبالمناسبة أنا فاكرة أول حفلة لحضرتك في مصر كانت 1995 لاليت ريفزيون أنا واحدة من أكبر محبينك وشرفتنا في مصر ويعني أتمنى لك كل توفيق على المسرح ودايما منور في بلدك التاني مصر شكرا لحضرتك شكرا جزيلا شكرا شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك